هناك نظام قيمومة يحيط بها في سورة البينة في الآية الخامسة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة في أحاديث أهل بيت العصمة القيمة هنا فاطمة وذلك دين القيمة الكلمة واضحة مؤنثة صريحة لا تحتاج إلى كثير جهد وما أُمِرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءً ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذه التفاصيل كلها تقع تحت هذا العنوان وذلك دين القيمة القيمة الذات التي لها القيمة من هي هذه أنت أعطيني مثالاً من هي هذه في دين محمد وآل محمد من هي لنفترض أن الأحاديث الشريفة ما بيّنت لنا هذا المعنى وما قالت إن القيمة فاطمة من هي هذه القيمة أنت أعطيني مثالاً فكر فيما بينك وبين نفسك من هي هذه القيمة أنت أيها الشيعي أنا أخاطبك أنت أنت الذي توالي علياً وتعادي أعداءه أنت الذي تعتقد من أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويسخط لسخطها أنت الذي تعتقد من أن الذي يسر فاطمة يسر رسول الله والذي يؤذي فاطمة يؤذي رسول الله أنت من هي هذه القيمة هذا هو القرآن بين أيدينا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة هذا كله ما هو وذلك دين القيمة من هي هذه القيمة القيمة فاطمة هذا الحديث الذي ينقله العدو والصديق الذين يحبون فاطمة والذين يعادون فاطمة ومعادات فاطمة لها أشكال ليس بالضرورة أن يبغضوها معادات فاطمة على مراتب فاطمة ما هي امرأة أمي وأختي وزوجتي حتى الذي يعاديها يكون العداء فقط متصورا وظاهرا بالبغض بالعاطفة فاطمة أكبر من ذلك فمعاني عدائها ستكون أكبر من ذلك أيضا على أي حال الذين يحبون فاطمة بتقصير من دون تقصير بقصور من دون قصور والذين يعادون فاطمة بكل مراتب العداء الجميع ينقلون هذا الحديث وهذا المضمون من أن فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ما هي هذه القيمة هذا هو معنى القيمة يعني أن الله سبحانه وتعالى جعلها ميزانا جعلها قيمة على رضاه وعلى غضبه على رضاه وعلى غضبه الذي يرتبط بخلقه وعباده فهذه هي فاطمة القيمة أنتم يا شعة فاطمة حينما تقرؤون زيارتها الشريفة وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ومرارا وكرارا قرأت هذا المقطع في مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة من حلقات هذا البرنامج هكذا نخاطبها نخاطب الصديقة الطاهرة وزعمنا أنا لك أولياء ما هو هذا الدين هذا هو الدين وزعمنا وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتا به وصير صلى الله عليهما وآلهما فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لأي شيء لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك يا زهراء هذه القيمومة هذه قيمومة فاطمة على الدين هذه قيمومة فاطمة على أهل الدين الصلاة داخلة هنا أو ليست داخلة حين نقول وزعمنا أنا لك أولياء ومصدقون وصابرون لكل ما أتانا به أبوك وأتا به وصيه لكل ما أتانا به أبوك الصلاة داخلة هنا أو ليست داخلة هو الذي قال لنا قبل قليل في الحديث الشريف الصلاة الصلاة وجه دينكم فصلاة داخلة هنا فإنا نسألك إن كنا صدقناك إلا ألحقتنا بتصديقنا لهما لنبشر أنفسنا بأن قد طهرنا بولايتك هذا الوصف وصف الطهارة لديننا لصلاتنا التي هي وجه ديننا من أين نأخذه نأخذه من فاطمة أنتم حين تزورون فاطمة بهذه الزيارات تضحكون على أنفسكم تضحكون على فاطمة تضحكون على من تصدقون بهذه المضامين أو هذه المضامين خرافات ماذا تقولون أنتم إذا كانت خرافات لماذا تقرؤونها لماذا تحتفظون بهذا الكتاب مفاتيح الجنان في بيوتكم في المساجد في العتبات المقدسة لماذا تحتفظون به هذا المضمون يتكرر في زياراتها الشريفة صلوات الله وسلامه عليها